اشتركوا في القناة يا الكرام الإخوة الأحبة أهل البلد المسلمة الطيبين كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر الكريم عاده الله عليكم وعلى جميع المسلمين وقد تحررت البلاد وطهرت النفوس وذهب هذا الوباء عنكم وعن جميع المسلمين اللهم آمين يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون درسنا في هذه الدقائق هو الوصول إلى الغفران في رمضان الوصول إلى الغفران في رمضان هي الغاية للوصول إلى التقوى فإن أنت وصلت إلى التقوى وصلت إلى الغفران فجميع الطاعات هي هدفها أن تصل إلى تقوى الله سبحانه وتعالى ولو نظرت إلى الصلاة يقول الله سبحانه وتعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذن هدف الصلاة أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر وكذلك الزكاء يقول الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن هدف الزكاة لكي تطهرك لتصبح ناقية البدن تقية الفؤاد فإذن هو الهدف الذي يوصلك هو تقوى الله الذي تصل إليه وبه تصل إلى الغفران وكذلك الحج كما يقول صلى الله عليه وسلم من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كما ولدته أمه هذا هو الهدف من العبادة وكذلك في الصياد لعلكم تتقون الله سبحانه وتعالى يريدك أن تصل إلى التقوى وإلا لو دخلت إلى شهر رمضان وأنت في ذنوبك فلم تصل إلى التقوى وبالتالي لن تصل إلى الغفران فلن تصل إلى الغفران فعلماء يقولون التخلية قبل التحلية أي تتخلى من ذنوبك ثم تدخل إلى التحلية وتطهر نفسك في رمضان وفي أركان رمضان وفي شعائر رمضان جميعا فمثلا لو قلنا أن إنسانا يعص الله سبحانه وتعالى ويعق والديه كيف يدخل إلى شهر رمضان وفيه هذا الذنب يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق وأيضا من قطع رحمه يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة عاق فإذا تريد أن تدخل إلى رمضان وتصل إلى التقوى وتصل إلى الغفران تتخلى عن ذنوبك جميعا تتخلى عن الكذب تتخلى عن النميمة والغيبة وإلا يصبح هذا الصيام صيام زور كما قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشربه والزور هو عكس الحقيقة الإذورار الإنحراف عن الحقيقة فالكذاب هو ليس صادقا مع الله سبحانه وتعالى فاذهوها وقوله قول زور والذي يعق والديه قوله قول زور فإذا إذا تخليت في نفسك عن هذه العادات السيئة تصبح دخلت إلى التحلية دخلت إلى طاعة الله فأمامك الطريق الممهد إلى الطاعة فصم بنفس طقية فقم الليلة بنفس عالية فاذكر لله سبحانه وتعالى بنفس طقية نقية يصبح رمضان عندك من أسهل الرمضانات التي قضيتها في حياتك لماذا لأنك تخليت عن ذنوبك جميعا وأصبح فؤادك طاهرا أصبح فؤادك مستقبلا لهذه الطاعات فتخرج من رمضان وقد وصلت إلى التقوى التي أرادها الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون فإذا اتقيت الله وخرجت من هذا الشار بتقوى إذن وصلت إلى الغفران ووصلت إلى ما أراده الله سبحانه وتعالى جعلنا الله وإياكم في هذا الشار أن نصل إلى التقوى ثم نصل إلى غفران الله سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وبرك الله فيك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة